اسم الكتاب حول المنهج أصص ومفاهيم للتفكير المستقيم المؤلف الدكتور عبد الكريم بكار هدفنا من امتلاك منهج للتفكير هو أن نرى الأشياء على ما هي عليه وأن نرى العلاقات التي تربطها بمحيطها بالإضافة إلى تمكيننا من التعامل معها التعامل الذي يجعلنا نحصل على أكبر قدر من الخير والنفع ودفع أكبر قدر ممكن من الشر والضرر على المستوى المادي والمعنوي إننا يجب أن نستحضر دائما حقيقة المهمة هي أننا لا نرى إلا جزءا صغيرا من الواقع المحيط بنا ومن الأحداث التي تحدث حولنا كما أن رؤيتنا لما نراه متفاوتة في دقتها ووضوحها ونحن في مسيرة الحياة نشبه مئة شخص انتشروا في غابة ضخمة فانشغل بعضهم في تأمل ما فيها من فراشات وبعضهم بالينابيع وفريق ثالث بالثمار إن كل واحد من المئة رأى المشهد العام للغابة لكن كل مجموعة دققت في أشياء معينة فصار لديها معرفة ليس لغيرها من المجموعة الأخرى ومن هنا فإن معرفة أفضل لاختصاصيين بتخصصاتهم تظل منقوصة وعلى حافة الشك والظن وإن إدراك هذه الحقيقة جزء من رؤيتنا المنهجية والمنهج عبارة عن مجموعة من الأفكار والمفاهيم والقواعد المترابطة التي نستخدمها في فهم الوجود والحكم على ما فيه من أشخاص وأشياء وأحداث يتم اكتسابها عبر الدرس والتحصيل والخبرة والتجربة هو ليس عبارة عن معطى ساكن ومغلق نعمد إلى حفظه ثم العمل به إنه كيان ينمو ويتجدد مع نمو المعارف وتكاثر التفاصيل في جوانب الحياة المختلفة مع العلم أن هناك ثوابت ومعطيات نهائية تشكل صلب المنهج العلمي الوعي التصالحي أما عن الوعي التصالحي فهو بصيرة جديدة بالمسالك والمواقف والعلاقات التي تشعل من المبادئ والقيم إطاراً محترماً لمساعي تحقيق المصالح وتلبية الرغبات ارتكازاً على فلسفة ورؤية جديدة للحياة إذ إن فلسفة حياة القلة والانحسار وقلة الفرص والإمكانات لا تصلح لأن تكون قاعدة منطقية لوعي يحاول في أحيان كثيرة الجمع بين المتنافرات والتقريب بين المتباعدات رحبة الانتماء ومسألة العلاقة بين الذات والآخر الناس تفهم أن الآخر هو الغرب بوصفه المنافسة والمناوئة التاريخي لأمة الإسلام على حين أن الآخر هو كل ما عدى الذات إن للإنسان عدداً واسعاً من الانتماءات القهرية التي يجد نفسه منخلطاً فيها دون اختيار منه كالجنس والعرق والأسرة والعائلة والقبيلة وإن تجرد الإنسان من انتماءاته الرحبة الواسعة وانكفائه على ذاته وتأطير نفسه بانتماء ضيق إلى أسرة أو قبيلة أو مذهب أو حزب أو رؤية ضيقة لبعض المسائل الكبرى قد يجعل منه شخصاً خطيراً على نفسه وعلى غيره وأن اجتماع الناس بعضهم ببعض يولد الكثير من التشنجات والتوترات وذلك بسبب اختلاف رؤاهم وأمزجتهم ومصالحهم فلابد من إيجاد المزيد من الأطور والمبادرات الأخلاقية التي تقلل من أشكال هذا الخلاف بينهم والمنهج الرباني الأقوم ثري بالإرشادات والأدبيات التي تدفع بالمسلم نحو الإحساس بالارتباط بالفضاءات الرحبة والعمل على صيانتها وتعزيزها من أجل إعمار الأرض وخفض التوتر ونشر الدعوة وإصلاح المجتمعات ومن المهم في الانتماءات القهرية شيئاً الانفتاح والانسجام ونعني بالانفتاح أن نحذر من الانغلاق الثقافي أشد الحذر إذ لا ينبغي أن نطور أي مفاهم جوهرية لأي انتماء في عزلة عن الانتماءات الأخرى أما الانسجام فيعني أن نقضي على أشكال التنافر والتباين بين الانتماءات القهرية والاختيارية المتاحة وهذا على مستوى القيم ومستوى المصلحة والممارسة فقيم مثل الصدق والنزاهة والتعاون وغيرها يجب أن تعتمد في المجال التربوي على كل المستويات وفي كل الأطر في الأسرة والمدرسة والجامعة والسياسة والأعمال التجارية والصناعية والعلاقات الدولية إذ لا يصح أن نعلم الطفل فضيلة التواضع والتعاون في المدرسة ونلقي في روعه ما يشجعه على الكبر والأنانية كما لا يصح أن نحدث الطفل في المسجد عن الاستقامة والأمانة فإذا ذهب إلى الدراسة في بلد عربي قلنا له أنت في دار حرب فما رس ما شئت من أشكال الاحتيال واللصوصية من المهم أن يفكر الواحد منا ويتصرف على أساس أن مصلحته ومصلحة أسرته وقبيلته ووطنه وأمته والعالم أجمع هي مصلحة واحدة هذه النظرة ترتقي بالمسلم إلى مرتبة المواطن العالمي الذي يهتم بصلاح العالم وينظر إلى كل دول الأرض على أنها مجال خصب للدعوة والبناء والعطاء والإصلاح مع اليقين أن الأقربين أولى بالمعروف خدمة الحقيقة خدمة الحقيقة نادرون جدا من يسعون لها أما من يجحدها ويشوهها وأكتسب على حسابها كثر ولا ريب فهناك نوع من التداخل بين وجهات النظر الشخصية وبين الحقائق المطلقة من جهة أخرى وتتطلب خدمة الحقيقة في بعض الأحيان تطوير أساليب عرضها والتسقيف بها حيث إن الذائقة ثقافية للناس في حالة من التشكل والتطور المستمرين ضبط المسافات ضبط المسافات من المشاكل التي تواجه الإنسان على مدار التاريخ بدءا بالعلاقة التي تربطه بالخالق عز وجل وبالزمان والمكان والناس والأشياء من حوله وتحديد المسافة التي ينبغي أن تفصل بينهم والقدرة على ضبط المسافات على نحو جيد يعني أننا قادرون على فصل ذواتنا عن الموضوعات التي نعالجها كما يعني أننا نحاول رؤية الصورة من كل جوانبها وزواياها العثور على الرهان إذا تسألنا عن أسوأ ما يعقد الإنسان عن أن يكون منتجا وفعالا وأن لا يعثر على رهان فربما يكون الجواب هو فقده للتركيز في شيء يعتقد أنه من خلاله يستطيع التقدم في معارج الكمال والمساهمة في رفعة شأن بلده وأمته إن أحد الأمور الأساسية التي تميز الإنسان عن الحيوان ما فطره الله تعالى عليه من تجاوز الحاضر والتطلع إلى المستقبل واتخاذه محورا لتحقيق الإنجازات والخلاص من كثير من أنواع التعاسى لكن المستقبل يظل شيئا لا معنى له إذا لم نكن نعرف بالضبط ما الذي علينا أن ننجزه فيه ويرجع ذلك لعدم معرفة الإنسان بما لديه من مواهب ومهارات وإمكانات وكذلك عدم بذله الجهد المطلوب في توظيف تلك المواهب والطاقات المتوفرة في الحق المناسب وقد يتساءل بعض الشباب المهتم عن الأمور المساعدة على اختيار رهان جيد على المستوى العملي إن الوضعية المنتجة والجيدة لأي واحد منها وفي أي مجال من المجالات هي الوضعية التي يمتلك وهو يعمل فيها كلا من الرغبة القوية والقدرة العالية فإذا وجد المرء مجالا يمتلك فيه هذين العنصرين فليلزمه وليطور نفسه فيه الطرح الشمولي وهناك مصلحة كبرى في الفصل بين الرؤية الشمولية والطرح الشمولي فقد مضت صنة الله في الخلق بأجوب التناول الجزئي والمعالجة المحدودة للأشياء فنحن نحتاج إلى وقود روحي وعزيمة وأمل وهذا لا يتوفر مع الطرح الكلي وإنما مع الطرح الجزئي الذي يشعرنا أننا نمتلك أدوات التعامل مع مضامنه ومتطلباته إن الأفكار الصغيرة والمشروعات المحدودة والإصلاحات الجزئية تقبل التطبيق لأنها تقبل التصديق وعلى العكس من هذا شأن الطروحات الكبرى حيث إننا لا نشعر معها بالقدرة على التنفيذ ومن ثم فإننا نتفاعل معها ولا نشعر أننا مؤهلون للمساهمة فيها ولهذا تظل عبارة عن آمال وتطلعات نحن بحاجة لمئات الألوف من المشروعات الصغيرة التي يتبناها ويرعاها الشباب الأبطال الذين أخذوا على عاتقهم سد الثغرات الصغيرة ودفع العربة خطوة في طريق الألف ميل إننا سنشعر أننا عملنا شيئا حقيقيا إذا استعضنا عن الحديث العام والشامل عن الإصلاح التربوي بتأسيس روضة للأطفال يشعر آباء من يدخلها أنهم عثروا على المحضن الذي كانوا يبحثون عنه ترجمة نانسي قنقر